اشتركوا في القناة المائية تتعدد في احجامها واشكالها والوانها ونستطيع الحصول على الزيت المستخرج من السمك خلال تنونا للسمك ونستخرج زيت السمك من الانسجة الدهنية للسمك كسمك السلمون وسمك التونة وسمك السردين وسمك المكريل وسمك الشرة الكبير ايضا وتحتوي انسجة الدهن هذه الموجودة في السمك على الاحماض الدهنية كحمض الاميغسري واحمض الدوكو المفيدة لجسم الانسان ومن فوائد زيت السمك المعروف عنه بانه يساعد جهاز المناعة في الجسم على اداء وظيفته على اكمل وجه والحفاظ عليه سليما كما يحافظ زيت السمك على صحة الدماغ وصحة القلب ايضا كما يخفض زيت السمك من ضغط الدم ويعمل على تحسين اداء الاوعية الدموية في الجسم ايضا ويساعد زيت السمك على تغفض نسبة الدهون الثلاثية في الجسم وهي من انواع الدهون التي توجد في الدم كما ويعمل زيت السمك على تنظيم مستويات السكر في الدم ويساعد في التقليل من مقاومة الانسولين وتناوله يساعد في التقليل من التهابية المفاصل والروماتيزم وبقي اجزاء الجسم الاخرى لاحتوائه على الاميغاسري ويساعد زيت السمك ايضا في مساهمة في حرق الدهون عند ممارسة الشخص للرياضة والاميغاسري موجودة في زيت السمك تساعد في تقليص وتخفيف اعراض القرحة تلك التي تصيب الجهاز الهضمي مثل قرحة الاثني عشر كما تساعد الاميغاسري على معالجة حالات الاكتئاب والمزاج المعكر والاشخاص الذين يتناولون السمك باستمرار وخاصة النساء منهم وجدوا انهم اقل عرض للاصابة بامراض سرطان الثد بسبب الاميغاسري الموجودة في زيت السمك وتحافظ الاميغاسري على صحة الشرايين والعمل على ابقاءها مرنة لان الاميغاسري الموجودة في زيت السمك تعمل على التقليل من خطر الاصابة بالازمات القلبية وتناول زيت السمك الغني بالاميغاسري يعمل على تنظيم ضربات القلب كما تفيد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمك من يعانون من الأزمات القلبية فيقلل حدوثها وتساعد هذه الأحماض على حماية الشخص من الاصابة بالخرف عند الكبر في العمر والشيخوخة كما يحافظ زيت السمك على العين ويحارب اضطراباتها والله اعلى واعلم اتمنى لكم الصحة والعافية ولا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد مفيد ان شاء الله اشتركوا في القناة